اشتركوا في القناة أكيد الأمومة نعمة من عند الله كنا نعرف أنه نعمة أمومة شغلة ما لازم أبدا نضيعها بينما في أشخاص كتير في ناس كتير في هالمجتمع بيضيعوها بسبب فقرهم وجهلهم وعدم مسؤوليتهم بيضيعوا هالنعمة شو زنب الطفل يجعل حياة وأشخاص تخلوا عنه شو زنب الطفل بيحب بيكره بيحس بس للأسف بيلاقي كتير مخاطر شو زنب الطفل لقيه أنه أشخاص كتير راب منه تخلوا عنه شو زنبه أنه الخلق بعيلة للأسف جاهلة وما عنده مساري ما عنده مسئولية لحتى تبيع وتشتري وتحسس أنه هالشخص سلعة شو زنبه أو شو زنبه الطفل البريق بعد سنين من براءة لانتقام لأنه أهله بعوه أغنيتي للطفل والطفولة لضحكة البراءة الخجولة لسبيات يلهون بالتراب أصواتهم تفتح والفباب من قصص في شرقنا بخيلة أغنيتي للطفل والطفولة أغنيتي للطفل والطفولة لضحكة البراءة الخجولة لسبيات يلهون بالتراب أصواتهم تفتح والفباب من قصص في شرقنا بخيلة أغنيتي للطفل والطفولة غدا يطل الأزراق الصباح غدا غدا أطفالنا الصباح رغد وعلم وغدا سماح وللسلام رفت الجانح أطفالنا رجاء غدا هم التغيير غدا هم التغيير وبسمة التحرير يا قصة في البال مستحيلة يا قصة في البال مستحيلة يا قصة في البال مستحيلة كانت خسارة لعبة التفولة أنا بس بدي أقول شغلي أنه أنا شخصيا كانت تجربتي به الموضوع أنا عقم عندي عقم ما بقدر خليف بقول لكل شخص بيبيعوا يشتري بأطفاله خلص لأنه في أشخاص بيتمنوا يشموا بس ريحة أولادهم وأنا هيدا إمنيتي مش عاملاقي حلمي أنه حس بها الإحساس أحب إيلكم حطوا إيدكم بإيدي لحتى نحافظ أو نحسس هالأطفال بالأمان لأنه مش حسين بالأمان شكرا عندي كذا شغلي بدي أولا بالنسبة لصوت حنان اليوم أول شي بالنسبة بالنسبة لللفز اللفز دائما اللي يجب يلحق اللهجة وقت أنا بدي أغير لهجة أنا عم غني أنا بدي أكون مسؤولة عن اللهجة العم غنية يعني التى بدي أتضل يعني الطاة بدي أتضل طاة ما بدي أتصير تى الكاف والقاف ما لازم الخربطون بين بعضون بدأ تركز على اللفز كتير اللي بدي أقوله كمان إنه بالنسبة للصوت اليوم صوتها ما كان عم بلبية تتصيب النطات كلهم في كتير نطات ما طلطون ما صبتون بقي تقاشت عنهم شوي بالميديوم العالي بأعلى نطات بالغنية وهذا الشي معلق بالتكنيك أدهية بدأت تطبق التكنيك اللي عم نشتغلها بصفوف تيكون عندها الليونة والسهولة تقدر تسيب النطات وين ما كانوا بالغنية مش مسموح إنه اليوم ما تقدر تسيب النطات أو تقشط عنهم أو نحسهم مزروقين وأنجع عم بتسيبهم هيدا الشي لازم كتير تركز عليه حنان ولازم تركز على المغنى يكون دقيق أكتر عنا مشكلة مع حنان حنان صوت كبير حلو بس ديزوردوني بخربط يعني ما عم تقدر تمسك تمة هيو عم بتغني هاي مشكلتا إذا بدأت تعطي صوت صدر بتصرخ إذا بدأت تعطي صوت راس بيرجعوا النطات لورا أوقات الرنة بتظهر عندها رنة كتير حلوة مميزة بس ما عم تقدر تكمشها دايما هي وما وقفت إنها ما عم بتشتغل البنت عم تشتغل عم تعمل جهدة كتير شاطرة بالصف ودايما بتسألني مدام عملت هيك سوى تاي بس لسوق الحظ بدا وقت في ناس بدن وقت تي يثبت صوتهم وهي منهم في تشتت هلأ أنا إذا يعني ما بعرف قول شو كان موضوع على هنان هل الأمومة هل الطفولة هل العكم هل إنه ما فهمت يعني أنت هلأ عمي يعني شو بد إذا أنا بدي ساعدك بدي ساعدك لتعمل جمعية لمين يعني لأنه الطفل لما ينباع فيها تكون لأنه أمه ميت مش أمه باعته مثلا يعني هل يعني يا أما بدأت تقرير يا التجارة منع تجارة الأطفال والبشر عدم تشتت العيلة حماية الطفولة المشردة الأمومة العكم ما بعرف يعني ضاعة هي هي ضاعة بالموضوع بفتكر هي قرر يتغني الغنية وركبت له موضوع مش إن هيك ضاعت يعني ما عادت عارفت إنه الطفل والطفولة طيب بس أنا شو قلي بالطفل والطفولة هلت أقول إنه أنا ما بجيب أولاد أمومة ضاعت ما بيمنع إنه هالبنت لذيذة وما فيك ما تطلع فيها ما فيك ما تبتسمي لها هيو عبد غني وهيو عبد تطلع فيك ما فيك ما تتحكي لها لأنه عندها قلب طيب عندها حضور لذيذة حلوة من جوة لذيذة عم بتحاول عم تشتغل هيدا الحلو وعندها صوت يعني عندها صوت أوقات بتقول جملة هيك مثلا أنا اليوم شفتها ما بعرف نشزت ما نشزت يمكن كتير ما قدري تطالت مثل ما عم تقول ليسلي بس حسيت لبقت لها الغنية يعني حلوة يعني إذا بتتمرن عليها مظبوط معكم وفتكر بتغنيها حلو لأنه بيلبقوا له هالنوع الأغاني هولي فيها تشتت ياريتها ما تشتتت يعني لو فاتت اليوم قالت أنا مع الطفل المشرد أنا مع حماية الأطفال اللي بيخافوا شو زنبوني يخافوا كذا كذا وغنتلون بفتكر كانت عملت قفال رائع بس قصص أمومي وأنا جامعة بالجامعة وأستاذي وعندي عقم وياريت فيه شم ريحة أولادي هاي لحالة وهي لحالة هاي دي هي مشكلتها اللي كانت اليوم حنان بدي بدي أقول الأشياء الإيجابية يلي موجودة اليوم بإيفال حنان وطبعا الأشياء يلي ممكن تتزبط أو الأشياء السلبية ولكن عامة نحنا منروح من منطلق أنه فيه جهد يعني فيه محاولة هالمحاولة اللي بلشت بطريقة لبسة بشكلة أنه أنا أنا عدتني لما فاتت وأستاذة جامعية وحتى عملت جهد بطريقة الحكي كان ما حسيت منطلق صغيرة عنجات حسيت امرأة حسيت حدن عنده خبرة بس بلشت ولكن بتصور المشكلة كانت بعدم ترتيب أفكار يعني لو كتبت لو كتبتون كانت هي لقيت غلطتها لأنه حنان منا حدن كسلين حنان حدن يشتغل كثير على حاله بتصور لو هي وقفت بس على بيع الأطفال إنه هالأشخاص اللي بيعوا أولادهم وربطت طبعاً بيع الأطفال بفكرة إنه هي عندها عقم كانت زبطت يعني حلوة الفكرة إنه هي جاية تحكي عن هذا الموضوع لأنه هي محرومة من الولد الفكرة جيدة ولكن كيف قدمتها وكيف طراحتها هون اللخبطة وكمان يعني كثير يعني دغري حكمت إنه اللي بيبيعوا يعني الفقرة جهلين والجهلين يعني دغري حكمت يعني ما فيه الواحد يجي هيك يحكم لأنه أوقات فيه فيه أسباب معينة بتضطر أوقات فيه مأساة بتضطر الإم تتخلى عن ابن يعني ما فينا نحب كل العالم بنفس الباكيب بنفس الباكيج يعني بنفس السلة طبعا هيدا إفاد بيتصلح الشغلة الإيجيبية هي محاولة يعني ما عم بتروح ع السهولة حنان نققت غنية منه سهلة نققت موضوع منه سهل عملت جهد تحكي عنه خلقت شخصية استاذة جامعية عند عقم عند خلقت شي هلأ السلبيت الشيء السلبية انه طبعا يمكن اثرت بالغنى تكركبت بالطرح خلطت شوي الموضيع الامومة مع البيع الاطفال ولكن عامة انا بلاقي انه حنان شخص بعده مستسلم وهي دا شيء بحب بحب فيها انه بعدها عم بتحاول عم بتجرب انشاء الله يعني ما يسبق اول بقيين لانه نحنا اليوم بدنا نحكم مقارنة مع الاخرين انا بدأ انطلق من جملة حكت انه عوقات بتقول جملة حنان بقول مقطع او جملة بتقول ايه شو حلو انه شوية بتقول جملة تانية بتقول ايه شو صار معها عوقات بتغني نفس الغنية لان احنا من رفقهم بالتمارين نفس الغنية بتغنيها مرة كتير منيح مرة كتير مش منيح بقى هيد الكركبة والفوضى واللي منشوفها عند حنان شفناها اليوم بطرحها للموضوع ومنشوفها كتير وقتها بتغني اليوم انا بالنسبة لقلي نقت شي مهضوم يعني بيان صوتها لمع صوتها فيها كانت حلبة بغض النظر عن الاخطاء لانو غنية فيها كتير انترفال يعني فيها كتير مسافات ويمكن كان لازم تختار طبقة احسن بس نقت شي بيقدر يبين للمعية صوتها من الانواع الي بتلبق له انا بشوف حنان عندها ادرة حلوة عندها خيمة صوت كتير مميزة وعندها امكانية انها تعرب وتحط فيها احساس واداء ولكن عندها تردد وخوف بعدها مش عم تطلع منها انا عم بتحاول وعم بتعمل جهد واحيانا بتنجح واحيانا لا بتخون قوتها بس تركز حنان وتطلع من خوفها انا بتخير راح نشوف شي كتير حلو منه